غالباً ما تكون النتائج اللي منحصل عليها من الذكاء الاصطناعي مخيبة للأمال لكن لحظة، المشكلة مش في الأداة نفسها، بل في الطريقة اللي بنستخدمها فيها اليوم رح نكتشف معاً كيف نحول الأوامر البسيطة لتعليمات دقيقة بتعطينا نتائج احترافية طيب، خلونا نشوف هالمثال على اليسار طلب غامض جداً مثل اكتب بريد تسويقي والنتيجة نص عام ما إلو أي قيمة أما على اليمين طلب محدد واضح والنتيجة بريد إلكتروني مقنع وموجه صح للعميل الفرق واضح صح؟ هذا الفرق الهائل مش سحر أبداً هو ببصادة الفرق بين أننا نعطي أمنية غامضة وبين أننا نقدم أمر واضح إتقان هاي المهارة هو اللي بيفصل بين الهوات والمحترفين في استخدام هاي الأدوات خلونا نبدأ بالأساسيات أول وأهم خطوة هي تغيير طريقة التفكير في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بشكل جذري اللي بميز هاي الشريحة هو هالتشبيه البسيط والمؤسر الذكاء الاصطناعي كموظف جديد فقد للذاكرة فهم هاي الفكرة هو المفتاح لإطلاق العنان لقدراته الحقيقية يعني هذا الموظف الجديد ما بيتذكر أي محادثات سابقة في كل مرة بنبدأ من الصفر عشان هيك لازم تكون تعليماتنا كاملة وواضحة لكل مهمة جديدة هذا المفهوم لوحده بيوفر ساعات من التعديلات المحبطة بناء علفات النقطة الحاسمة هي إن الأوامر الفعالة مش مجرد أسئلة بل هي أشبه بخطط عمل متكاملة الأمر الممتاز بيمنح الذكاء الاصطناعي مخطط واضح من خلال تحديد ثلاث شغلات أساسية أولاً دوره اللي رح يلعبه تانياً الهدف النهائي المطلوب تحقيقه وتالتاً الهيكل الدقيق اللي لازم يتبعه الناتج وهذا بيوضح الفرق بشكل مزهل طلب غامض لتلحيص تقرير بيعطينا فقرات طويلة وعامة لكن لما نحدد له الهيكل المطلوب بالضبط بنحصل على نقاط بيانات رئيسية جاهزة للاستخدام الفوري في عرض تقديمي أو تقرير هلأ خلونا ننتقل لمستوى أكثر تقدماً في كتابة الأوامر حيث ما منكتفي بإخبار الذكاء الاصطناعي باللي لازم يعمله بل بنورجي نمودة جاهز هذه التقنية المعروفة بـ Few Short Prompting بتشبه تماماً إعطاء الموظف الجديد ملف لمشروع سابق مكتمل عشان يستخدمه كمرجع إنها أسرع طريقة نعلمه فيها الأسلوب والتنسيق اللي بدنا إياه بالضبط خلونا نلاحظ كيف أنه تقديم مثال واحد بس حول المخرجات من فقرة عشوائية إلى قائمة منظمة ومقسمة حسب الفئات هاي الطريقة بتغير قواعد اللعبة في المهام المتكررة زي تحليل البيانات أو تنسيق النصوص هلأ رح شارككم حيلة بسيطة جداً لكنها بتزيد بشكل كبير من جودة الإجابات في المهام اللي بتطلب تفكير منطقي أو تحليلي للمهام اللي فيها تحليل أو رياضيات أو استنتاج منطقي إضافة عبارة فكر خطوة بخطوة بتجبر النموذج على تفكيك المشكلة وعرض خطوات تفكيره قبل ما يقدم الإجابة النهائية وهذا بيقلل من الأخطاء بشكل ملحوظ بدون هذا التوجيه البسيط بيقدم الذكاء الاصطناعي توصية جيدة لكنها سطحية ولكن مع هذا التوجيه بنحصل على تحليل أعمق بكتير حيث بيقوم بحساب الأرقام وبيقيم عوامل متعددة وبيشرح منطقه الفرق بينهم كالفرق بين تخمين سريع وتحليل مالي مدروس حسناً خلونا نلخص كل اللي فات في مجموعة أدوات عملية ممكن نبدأ في استخدامها فوراً عشان نحصل على نتائج ممتازة من أي نموذج دكاء اصطناعي لازم نتذكر هاي المبادئ الأربعة نعامل كموظف جديد نعطي مخطط واضح نورجي أمثلة وللمشاكل المعقدة نطلب منه يفكر خطوة بخطوة في النهاية إتقال التواصل مع الذكاء الاصطناعي ما بتعلق بالخبرات التقنية بل بالوضوح والصياق والقدرة على إعطاء تعليمات ممتازة وبهذه الطريقة بتتحول هذه الأدات من مجرد مساعد بسيط إلى شريك حقيقي في الإنجاز ترجمة نانسي قنقر